تعالوا نروح لتانس التاولة مزدوج رجال وسيدات واللي فيه بقى هنا يعني بنت النادي الأهلي طبعا هانا جودة وكنت معنا يعني كانت معنا كتير جدا بس هانا جودة بجد مشروع بطل أولمبي يا كريم يعني ما شاء الله عليها السنة صغير جدا وعالميا رانك مش طبيعي نتكلم هنا تحديدا بقى في البطولة دي البطولة الافريقية لتانس التاولة منافسات الزوجي المختلط هانا جودة ومحمد البالي اللي توجه يعني بالمنافسات يعايز اقول لكم كمان مين القبل التاني اللي فازوا عليهم يا كريم برضو مصريين يسر الحلمي وخالد عصر بنتيجة اربعة اثنين انجاز كبير جدا في تنس التاولة بنتكلم بجد رجال وسيدات فلا انا يعني من الناس اللي سعيدة جدا انه انت عندك رياضات مختلفة وفي الرياضات المختلفة تاني بتفوز بمراكز اولى بتتغلب على منتخبات كانت قوية جدا او المفروض ان هي الابرز او الافضل فمبروك وليس على فكرة اخباره يعني ده مش اخر خبر لسه وعنا اخبار تانية عقبار كرة القدم بقى يعني احنا دلوقتي بس تانينا اكتسح والله الزمان كان يقولك ايه اكتر حاجة بجيب لنا بطولات كرة القدم معين ده مش صحيح يعني كانت الالعاب الفردية وبقى كانت الوقت بقت الالعاب الجامعية برضو بشكل كبير جدا فاحنا دلوقتي بنقول يا رب كرة القدم تبقى زي الرياضات الاخرى ويا رب الرياضات الاخرى تاخد ربع حظ يعني كرة القدم من حيث الدعاية والرعاية والشعبية والاهتمام لان دي حاجاتك من شأنها ان هي فعلا تنور ابطالنا وبطلاتنا لان احنا عندنا ودي برضو حاجة تكلمنا مع حضراتكم فيها قبل كده اكتر من مرة احنا عندنا كم موافر من ابطال مستقبليين واعدين ومغمورين محدش يعرف عنهم حاجة اشتركوا في القناة